اشتركوا في القناة كذلك متابعين الكرام ستحدثوا في نفس السياق في خبر اخر على هيئات مغربية تدعو الى وقفة احتجاج امام مقر الصفارة الفرنسية في الرباط ردا على ما قام به ايمانويل ماكرون واعلامه ضد الوحدة الترابية وضد المملكة المغربية في هذه الظروف العسيرة اما في خبر اخر متابعين الكرام ستحدثوا على بايدن اللي يدعم توسيع مجلس الامن ويتطرق الابرز الملفات الدولية مجلس الامن على ما يبدو انه غادي توسع وهناك عضوية دائمة لعدة الدول هذه القارة الافريقية مرشحة بقوة لنيل مقاعد دائمة داخل مجلس الامن اما في خبر اخر متابعين الكرام واللي غا نختمو به الفيديو دينا هو ان فرنسا كتنقص من التمن دي الوقود وكتبيعه بالخسارة باش يعني يتم خفض التضخم في البلد وكينا واحد الشركة اللي عطي المغاربة على شك يدوره في المملكة المغربية وكتطيح تمن على الفرنسيين فهنا كنتمنوا ان المغاربة يفقوا واحد شوية ويعرفوا يعني سياسة المقاطعة مع فرنسا وقبل ما نبدو كم بغين نذكر الاخوان اللي كيتابعونا بطبيعة الحال بتنزيل تطبيق طب طب تند اللي بعت الاموال وباش تحصلوا على عشرة ديالالأورو هدية استعملوا كود المهاجر كما كتشوفوه في الصورة وبالنسبة للناس اللي استعملوا كود المهاجر سابقا وحصلوا على عشرة ديالالأورو مجانية رأي يمكن لكم تعاودوا تحصلوا على عشرة الأورو مجانية علاش لانه التطبيق هذا ما كيتطلبش منكم بطاقة التعريف حتى كتوصلوا لواحد القدر ديال المال ديال الف ديال الأورو يعني ما حدك ما وصلتيش لأف ديال الأورو وما غيطلبش منك بطاقة التعريف يعني إذا عندك رقم آخر وإيميل آخر يمكنك تحصل مرة أخرى على عشرة ديالالأورو مجانية إذا عاولتي حددتي يعني حساب آخر واستعملتي كود المهاجر كذلك يمكنك تحصل على خمسة ديالالأورو مجانية أنت وشخص آخر كتبعت له باش ينضم لهذا التطبيق هذا لكن إذا بغي تحصل على عشرة ديالالأورو مجانية مرة أخرى في إرسال آخر باستعمال كود المهاجر عاود فتح كونتخور واستعمل كود المهاجر وتحصل على عشرة ديالالأورو مجانية كذلك كنقول لكم بأن في هذه اللحظة هذه رأس الصرف مرتفع في هذا التطبيق ديال تاب تاب ساند فاستعمله واردو علينا الخبار متابينك يرام بدأوا على بركة الله وأول خبر أول خبر سنبدأ به هو أن مجلس الصحافة يقدم شكاية لما تمشي بطبيعة الحالة الشكاية مجلس الصحافة المغربي سيبعتها لفرنسا بحل لك تمشي عنده واحد الشخص الذي يحرش ولده وماذا يدير ضدك وتمشي تشكي من ولده يعني بحل لك تكب المافرر وضيجها المملكة المغربية لجاءت القضاء الفرنسي سابقا في اتهامات واهية من طرف الإعلام الفرنسي بالتجسوس للمملكة المغربية بدون إتباتات والقضاء الفرنسي منصفش المملكة المغربية وقالك حقا بين قوسين حرية الصحافة والإعلام مع أن صحفية تعتقلات أمس في فرنسا حيثاش قصدات إيمانويل مكر وهنا ما كينش حرية الصحافة والإعلام ولهنا كين الاعتقالات وكين كذلك قمع الصحافة والإعلام فهنا كنقول يعني المجلس الصحافة وللمغربة كاملين فرنسا حاليا كتعيش واحدة طرفية صعبة وعندها مشاكل في إفريقيا وعندها مشاكل اقتصادية خانقة وشفنا فيديوهات كتبين على أن الشعب الفرنسي كيعاني من نسب التضخم وارتفاع الأسعار فهاتش علاش كنقول يعني أحسن رد من الشعب المغربي على فرنسا هو المقاطعة المقاطعة وكننظن أن الشعب المغربي تفوق سابقا في المقاطعة داخل الأرض الوطن فكيف لفرنسا اللي كتتعدى وكتتهجم على السيادة دي المملاكة المغربية واللي انقذات كل الخطوط الحمراء والشعب المغربي ما زال كيستهلك في الأماكن دي الفرنسا وما زال ما كناش حملت مقاطعة حقيقية بحل اللي كان سنة 2018 أعتدر سنة 2018 في المملاكة المغربية ضد فرنسا فكننظن أنه جاله وقت بشعب المغربي يقول الكلمة ديالو ويتطبق هذا الإعلام الفرنسي وتحديدا مجلة شارلي إبدو اللي هي السباب في التطاول دي المتطرفين على الإسلام واللي بدوك يحرقوا المصاحف حيث هي اللي بداتك تتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام محمد سيد الخلق في ذلك اللحظة هذيك فاش بدات هذه المجلة هذي شبدت واحد الموجة دي المقاطعة من المسلمين في العالم ضد فرنسا وفي ذلك اللحظة هذيك خرج إيمانويل ماكرون بالزربة واحتوى الأمر ودابا حاول يدير نفس الشيء إيمانويل ماكرون فاشتف الأمور بدات تخرج من السياق ديالها خرج كي يطلب من الإعلام دياله يبرد واحد شوية لأش لأن فرنسا ما قدراش على حملة مقاطعة جديدة فهذا الشيء هذا الشعب المغربي يخصو يكون عارفه أهم شيء هو الاقتصاد بالنسبة لفرنسا في هذه الساعة هذه أكد المجلس الوطني للصحافة أنه بعد رصده لمخالفات مرتكبة من قبل كل من جريدتي شارلي إبدو وليبراسيون خلال تغطيتهما لإحداث الزلزال الذي ضرب المغرب يو 8 شتنبير الجاري قام بتوجيه شيكاية إلى مجلس أخلاقيات الصحافة والواسطة بفرنسا يعني ما مشيتيش لشي حاجة دولية بل مشيتي فرنسا وكان عاودوا نقولها بحل ما مشيتي عند الأب ديال واحد تدري باسل وهو أبا أصلا باسل وما مربيش ومشيتي عنده وكتقول له ربي ولدك فأش غادي تخرج من هات شي هذا كامل بالعكس إلا لجأتي القضاء ولا لجأتي المحكمة ولا لجأتي تربي الأب وولده فهات شي هذا اللي يخصو يكون مع فرنسا مشيتي تمشي الفرنسا تشكي بالإعلام الفرنسي إلا كان الإعلام الفرنسي عنده الرخصة الكاملة باش يدخل في الدول كيفما بها لكن من يتعلق الأمر بماكرون كتكون اعتقالات داخل فرنسا هذا هو الفرق وأوضح المجلس الوطني للصحافة ببلاغ له أن جريدة شارلي إبدو قامت يوم 15 شتنبر جاري بنشر كاريكاتور يتضمن تحريضا على عدم التضامن والمساهمة في دعم ضحايا الزلزال الذي عرفه المغرب وهذا فعل غير مقبول لأنه يمس بمبدأ مؤاذرة ضحايا الكوارث الطبيعية في مخالفة في مخالفة تامة للمبادئ الإنسانية وذكر المجلس بأنه في مثل هذه الظروف ينبغي أن تعطى الأولوية لإنقاذ ضحايا ودعم المتضررين بغض النظر عن أي خلاف ديبلوماسي أو مشكل سياسي لأن الأسبقية هي للمبادرات تطوعية الطبيعة الإنسانية التي تتعالى على كل الاعتبارات الثانوية الأخرى التشيادة كله مزيان لدار مجلس الوطني الصحافة لكن التشيادة يكون على المستوى الدولي ماشي الفرنسا فرنسا عارفة شنو واقع وعارفة الإعلام ديالها شنو كيدير ومرارا وتكرارا لجأ المغرب لجأت المملكة المغربية للقضاء بسبب تطاول الإعلام الفرنسي واش خدا المغرب حقه ما خداش حقه المغرب لجأ للقضاء في قضية ديال اتهام دولة على قدها بالتجسوس ومعند الإعلام دياله حتى شي دليل على هذا الأمر هذا واش المغرب خرج بشي حاجة ما خرجتها بشي حاجة علاش لأن القضاء قال لك سيدي الإعلام ديالنا ما كيتقاش أهل إعلام ديالهم ما كيتقاش فقط فاش كيتعلق الأمر بدول أخرى أما فاش كيتعلق الأمر بفرنسا وبإمارويل ماكرون كيتقاس الإعلام في فرنسا هذا هو الفرق وهذا هو النفاق بأم عينه أشار البلاغ إلى أن كاريكاتور شارلي إبدو يضر بضحايا الزلزال وبالعائلات المنكوبة التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم المساندة خاصة أن الكثير منها فقد أسرته ومن بينهم أطفال يتامة لا علاقة لهم بالخلافات الدبلوماسية وبالمشاكل السياسية وبخصوص جريدة لبيراسيون أوضح البلاغ أنها قامت يوم حضار شتنبر الجاري بنشر صورة على غلافها لمرأة من ضحايا الزلزال بعنوان حيث إنه بعد التحقق من مضمون كلام المرأة الذي راح في شبكات التواصل الاجتماعي في فيديو مصور فإن المجلس تشجل أن ما نشر في الغلاف ونسب إلى المرأة الضحية يتنافى مع حقيقة ما كانت تقوله مما يشكل ضربا لمصداقية العمل الصحفي والمهنية المفروضة المفروض تحلي بها عند معالجة القضايا التي تكتسي طبعا إنسانيا ولا سيما في لحظات الكوارث الطبيعية وهذه السيدة هذه اللي انشروها في ذلك الصورة وهي كيصوروها كتقول عشنا كنموتوا بهذا العبارة كنت تقول عاش المالك والفيديو ديالها انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك اللقطة هذه اللي استغلتها جريدة لبراسيون فرنسية باش تكتب عليها انقذونا نحن نموت كانت كتقول سيدة عاش المالك شوفوا الفرق والنفاق فلتقتوا الصورة ولاخدوها من انترنت ولعلم الله واخترعوا من الخيال ديالهم ان السيدة كتقول انقذونا نحن نموت علاش من اجل تشويه صورة المملكة المغربية لكن هاتش هذا كله اللي قاموا به تضرب عرض الحائط كل شي تضرب في الصفر وتشويه بقى عندهم وهم اللي شوه الانفوس ديالهم علاش لان المملكة المغربية برهنات للعالم على انها قادرة بأمورها والشعب المغربي قادر بالأمور دياله وكانت اشادة دولية من الامم المتحدة اشادة من جميع الدول الصديقة وغير الصديقة ديال المملكة المغربية وعطات الباردو للمملكة المغربية اما في خبر اخر متابعين الكرام فقد يبقى مع ايمانويل ماكرون ومع الاعلام دياله ومع الفضيحة دياله هيئات مغربية تدعو الى وقفة احتجاج امام مقر الصفارة الفرنسية في الريباط وصل السيلو الزوبة سي ماكرون قلنا لك قلنا لك ان الشعب المغربي راه ماشي هو الشعب الكرغولي الشعب المغربي راه خدي تكنتوه الاعلام ديالك وكل شي غتقول لك تطلب الله غير تحبس يحبس هذا الكابوس هذا اللي دخلتي فيه قلنا لك سابقا وقلنا لك ما تلعبش مع الشعب المغربي السين ايمانويل ماكرون الشعب المغربي راه خدي وصلك للاخر وغادي حطك امام الوجه ديالك الحقيقي وغادي حيدلك القناع امام العالم فتصور دابا الى هاد الحملة ديال المقاطعة اللي كنت حدثو عليها فعلا قام بها الشعب المغربي كيفاش غادي تكون الشركات الفرنسية في المملكة المغربية وتصور مع رسك الى هاد الحملة هادين تشارات عند المسلمين والعرب كاملين من بعد التطاول ديال الجريدة ديال شارلي يبدو كيفاش غا يكون فرنسا بالضبط في هاد الآوينة فكنقوله الامانويل ماكرون رجع للصواب ديالك وبعد على الشعب المغربي راه ما يصلح لكش لا شعب ولا مؤسسات ولا دولة راه كتغالط نفسك وراكتخلطنا مع شي ناس اللي راه ماشي بحالنا احنا راه بالكرامة ديالنا وما كان قبلوش بالتطاول فما تقاش يعني تعامل مع الدول بحال بحال المغرب راه مغرب جزائر راه جزائر وتونس راه تونس فالمغرب مالكا وشعبا ردوا عليك واردوا بطريقة حضرية وها هي كل من المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية والمرصد الوطني للشباب الملكي والإعلام والمجلس الوطني لمتطوعي المسيرة الخضرية يدعون يعني في جهة طربيضاء ستات إلى تنظيم وقف احتجاجية الجمعة المقبل أمام السفارة الفرنسية بالرباط احتجاجا على تدخل الرئيس ماكرون في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية ولفتت الهيئات عينها في بيان مشترك إلى أن محاولة الرئيس الفرنسي مخاطبة المغاربة يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المغربي مسجلة رفض الشعب المغربي لكل محاولات ماكرون سيئس الكارثة الطبيعية التي بادر فيها المغاربة بمبادرات عفوية أبهرت العالم بالتضام الكبير مع إخوانهم المتضررين من آثار زلزال الذي تعامل معه الملك محمد السادس بحنكة تجسدت في إعطاء تعليماته بإسعاف المتضررين وانتشال الجثث وإيواء المتضررين إضافة إلى فتح ورش لبناء مساكن للمتضررين ودع البيان ذاته كل الهيئات السياسية والنقابية وعموم الشعب المغربي ومغاربة العالم إلى الخروج بكثافة في كل بقاع العالم يوم الجمعة 22 شتنبر ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال للرد على استفزازات رئيس الدولة الفرنسية الذي سعى بأسلوبه غير الحضاري بمحاولته زعزعت استقرار وطننا داعياً في الوقت ذاته إلى تقوية الجبهة الداخلية بمزيد من الحضر واليقظة لإفشال خطط ماكرو في السياق نفسه دعت الهيئات الموقعة على البيان كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني إلى التعبئة بمقاطعة المنتجات الفرنسية وتوظيف كل إمكانيات الضغط على الرئيس الفرنسي للاعتدار للقيادة المغربية هنا كنشوف يعني أن المطالبة بمقاطعة المنتجات المغربية هي مطالبة رسمية من طرف هذه الهيئات هذه وإجبار إيمانويل ماكرون على الاعتدار ومصطفى العياش منسق الوطني للمنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية قال إن الخطاب السياسي للرئيس الفرنسي تجاه المغرب ما زال يعكس نظرة الاستعمارية التي وللأسف ما زالت تحول دون إدراك العقل السياسي الفرنسي أن المملكة المغربية دولة ذات سيادة وقادرة على مواجهة كل تحديات التي تواجهها على غرار الزلزال ولسنا في حاجة لأي مساعدات مسيسة أو تلك التي ابتغى من ورائها تحقيق أهداف وأجندة سياسية معينة باستغلال معاناة المغاربة كما أضاف أن المغاربة كما أضاف أن المغاربة كانوا على صوت واحد في الرد على ماكرون الذي خطب الشعب المغربي بعدما لم تستجب له القيادة المغربية إذ عبروا عن رفضهم واستنكارهم لهذا الخطاب مشيرون في الصدد ذاته إلى أن المجتمع المدني المغربي واعي بهذه الممارسات ولا يمكن أن يقبل بأي شكل أن يقبل بأي شكل من الأشكال مثل هذه الأفعال التي تنم عن المراهقة السياسية لمكرا فكي جاك هذا الكلام السيء إمارو المكرا وهي أنت أضبرت على حملة رسمية دي المقاطعة وخرجة يعني يوم الجمعة ومطالبة للمغاربة في العالم وراك عارف الملايين دي المغاربة اللي كتعيش في العالم مطالبة لهم بمقاطعة المنتوجات الفرنسية ففرنسا خصتها تعرف وخصتها وصلها دقة ديال الاقتصاد ديالها من المغاربة تطولت على المغرب خصت يكون الرد بهذه الطريقة طريقة حضارية وشعب المقاطعة عمرو ما يخيب دائما كنقولوها ندوز للخبر الموالي متابعين الكرام هنا نتحدث على الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي صراحة قال كلمات مهمة وهنا تحدث على توسيع مجلس الأمن هذا الموضوع ديال توسيع مجلس الأمن تحددنا عليهم ميرانا تكرارا سابقا المتميئين الكرام توسيع مجلس الأمن يعني دول جديدة في مجلس الأمن فاش كنشوفو شكون هي القارة التي تفتقر لتمثيل داخل مجلس الأمن كالقو القارة الإفريقية وقالها بوتين سابقا وقال إذا كانش توسيع لمجلس الأمن خصص تكون فيه دول من القارة الأفريقية غير واش النواية ديال بايدن هو أن فعلا تكون دول أفريقية ولا بغي يضيف دول أوروبية في إشارة الأوكرانية عارفين دائما من بعض الحروب كيكون توسيع لهذا المجلس هذا وبالآخص الدول التي عانت من حروب فهنا كي نحس بإشارات الأوكرانية لكن ممكن أن بايدن يفتح المجال الأوكرانية وكذلك تعاني كذلك تعسفات في القارة الصمراء واش المغرب مرشح لهذا المجلس واش مرشح لهذا المقعد كي ين بزاف دي المؤشرات كتقول نعم كما هناك أيضا مؤشرات أخرى تقول لا فنشوف أشجال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام جمعية العامة الأمم المتحدة لعلن تعم دياله لتوسيع مجلس الأمن وزيادة عدد الأعضاء الدائمين فيه وتطرق لأبرز ملفز دولي ومنها الحرب على أوكرانيا وقال بايدن في كلمة ألقاها بافتتاح دورة 18-70 الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن إدارته قامت بسلسلة من المشاورات من أجل توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين مضيفا أنها ستستمر في ذلك وتبع أن مستقبل بلاده مرتبط بمستقبل العالم وأنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه تحديات اليوم بمفردها كما تحدث عن استمرار الجهود الأمريكية لإصلاح منظمة التجارة العالمية والحفاظ على المنافسة والانفتاح والشفافية وسيادة القانون وفي موضوع آخر قال الرئيس الأمريكي إن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات وحاجة التمويل لمقاومة تغيير المناخ والحد من الإنبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري وأضف إن إدارته تعاملت منذ اليوم الأول مع أزمة المناخ باعتبارها تهديدا وجوديا ليس للولايات المتحدة فقط بل للبشرية جمعاء وقال إن مجموعة الدول السبع تعاهدت بالعمل لتعبئة 600 مليار دولار بشكل جماعي لتمويل البنية التحتية بحلول عام 2027 كما قال بايدن إن واشنطن ستسعى لتعزيز السياسات كي تكون تكنولوجيات الدكاء الاصطناعي آمنة هذو هما الأمور اللي اترق لهم في الافتتاح كذلك هدر على أوكرانيا وإيران وملفات أخرى لكن بايدن يشير لتوسيع مجلس الأمن وهذا الأمر هذا أو يعني ضم دول دائمة العضوية دائمة العضوية في مجلس الأمن وهذا الموضوع هذا غدي يكون قريبا واش المغرب عنده شي حض هنا السؤال كيف قمت روح نحن عارفين بإن المغرب تعرض كذلك لتعزيز السوفات من عدة دول في المنطقة وأولهم الجار الشرقي دي المملكة المغربية فإن شاء الله بإذن الله نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والدول العظمى عندهم منظرة يعني في ملف الصحراء المغربية على الأقل بعدها إنهاء الملف في هذه السنة إن شاء الله بإذن الله كنت طلعوا لهذا الأمر هذا كأن مؤشرة قوية كتدل على أن ملف الصحراء المغربية سينتهي لكن انتهاء ملف الصحراء المغربية لا يعني أنه لن تكون هناك مواجهات عسكرية والمواجهات العسكرية للأسف تقدر تكون مع الجيران دي الشرق دي النعلش لأن المغرب يقدر يمسح الجدار العازل للمواجهة مباشرة مع الجزائر وهذا الشي هذا للمنتظم الدولي ما بغيش يكون حاليا وفي هذا الوقت هذا بدات الوقت دي الحر دي الأوكرانية إن هذا الشي هذا أولا مع تظهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل مشاكل دي الحر في أوكرانيا غد يؤثر على أوروبا بوحد شكل كبير فهذا الشي علاش للمنتظم الدولي ما بغيش هذه المواجهة العسكرية لكن المؤشرات للأسف كتدل على أن الأمور ما تمشيش مزيان خصوصا وأن الجزائر لازالت متعنتة في واحد الملف اللي فات 48 سنة وهي كتدفع عليه بكل ما لديها من جهد ومن قوة وزيد عليها ميليشيات البوليزاريو يحسوا بأن هناك أمور تطبخ من ورائهم مع الجزائر مؤخرا وخرجوا بواحد صريح عدم الزيارة دي ستافان ديمستورا المبعوث الأممي لتندوف ومخيمات تندوف مخيمات الرابوني هذا الأمر يدل على أن الأمم المتحدة تتهيئ أمر ما لميليشيات البوليزاريو ولمنتظم الدولي ككل أما في خبر آخر متابعين الكرام باش نختموا الفيديو ديالنا وهنا شوفوا الجشع ديال ديال الشركات الفرنسية مع المغاربة فقط والشح ديالهم مع المغاربة شركة تتطال عيشة مع المغاربة كتتمتع في الخيرات ديال المغاربة كتبيع وتشري مع المغاربة واحد وقيت اللي كانت أزمة في المحروقات في فرنسا كانت كزز المحروقات وكزديها الفرنسا من عند المغاربة كتتأخذ يعني الغازوان الروسي وتبيعه المغاربة بتمن اللي بغات هي وبعض الشركات اللي مغربية للأسف فها هي شركة توطال كتوفي بالوعود ديالها سابق قانون اللي تسبق وتحديدنا عليها هي أنها ما ترفعش تمن ديال الوقود على الفرنسيين حتى ولو تبيعوا بالخسارة وها هي تعتزم بعد بيع الوقود بخسارة لاحتواء التدخل فيما الأرباح ديالها كتجيبهم من المملكة المغربية أينكم يا مغاربة فين هي سياسة مقاطعة ديال الشعب المغربي اللي أركع بها الجبابيرا فين هي سياسة ديال المقاطعة ها هي توطال أمام الأعين ديالنا غادي تبيع الغازوال للفرنسيين بالخسارة لمحاربة التدخم في فرنسا إياهوا في المغرب طلع من موضك التدخم ما كانش المشكيل أعطيه لمغاربة را كيشريوا باش ممكن را ما عندهم مش المشكيل مغاربة كيخسروه وما كيتشتروش خاص طوطال تربى وخاصة تطبق نفس السياسة كذلك في المملكة المغربية ديال تبيع بالخسارة كيما كتبيع بالخسارة في فرنسا تخطط الحكومة الفرنسية للسماح ببيع الوقود بخسارة متجاوزة قانون يعود لعام 1963 حيث تكافح لإيجاد طرق جديدة لاحتواء التدخم دون زيادة تكاليف إضافية على ميزانية الدولة المرهقة أصلا وقالت رئيسة المزراء إليزابيت بورن في مقابلة مع صحيفة لوب باريزيان إن القانون سيعلق لفترة محدودة لبضعة أشهر واستبعدت أن تخفض الحكومة ضريبة الوقود وأضافت مع هذا الإجراء غير مسبوق سنحصل على نتائج ملموسة للشعب الفرنسي دون دعم الوقود ما غادي يدعموا الوقود يعني من نجيب من غا تخرج تخرج من نجيب الشركات ديال المحروقات في فرنسا الشركات ديال المحروقات ما غادي يحيدونهم ضريبة لأن أصلا الدولة ملوكة ما غادي يدعموا الوقود متى شي حاجة يعني مني غادي تخرج الدعم هذا غا يخرج من جيوب الشركات وأولهم شركة التطال اللي ضربة السوق في المملكة المغربية فيتقاء الشركات الوطنية وفيتقل شي ضربة السوق هي اللي محكمة في السوق ديال المحروقات في المغرب فأينكم يا مغربة؟ أينكم يا مغربة؟ واش عارفين بأنها التطال الفرنسية؟ واش عارفين بأنها كتبيع بالخسارة؟ ده بحالين أدل تبيع بالخسارة؟ وماشي غا هي كالشركات الفرنسية اللي كيني في فرنسا ده با؟ غا يبيعوا بالخسارة الوقود مكي لا دعم من الحكومة لا تشي حاجة فمن غا يجيبوه الأرباح؟ غا يجيبوهم من جيوبكم ومن جيوب الدول الأخرى اللي كتستمر فيها طبيعة الحال شركة التطال انتم ما غا يجيبوه الأرباح باش يعهودوا دول الفرنسيين باش الفرنسيين يعيشوا في رفاهية وينقصوا لهم تدخم أما انتم ما لا تدخم ماشي مشكل يطلع عندكم تدخم دنيانية دي الأخبار دينا اليوم متابعين الكرام نتمنى تكونوا صلاة للجميع نتمنى الدعم دي لكم البارتاج الإعجابات وكل ما يمكنكم القيام به تحياتي للجميع نشوفكم إن شاء الله في فيديو أخر وموضوع أخر ستكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم